وطبعا مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأسبوعية والخاصة بالجمال واليوح نتعرف من زينة بواب على تقنية جديدة بتساعد في إزالة الدهوم من منطقة البطن والظهر والتي تترافقها مع هذه التقنية معها نظام غذائي محدد يضمن الحصول على نتيجة أسرع وأسرع في البداية خلونا نتعرف أكثر على هذه التقنية من خلال هذا التقرير اليوم موضوعنا موضوع التنحيف بس اليوم شوية حبينا ننوع بطريقة الموضوع حبينا نتنوع للموضوع بالتنحيف بالمكنة مثل ما بتعرفوه مننحف أول شي منكسر الدهن ومنشد الجسم وبس زدنا عليه اليوم بدنا نلاحق الشخص أو بدنا نلاحق الموضل بطريقة ونوعية الأكل اللي هي بالعادة بتتابعوا بنهاراتها وبيعني العادية اليوم أنا رح بلش مع ديمة بالعلاج بدي كسر الدهون اللي متواجدين هون واشتغل كمان على تكسير الدهون هوني وبدي كمانش تضل العضل بإجراءه مش ما يصير عندها ترهل هلا بنبلش بنعمل أول علاج على المكنة المكنة بتعرفوها شايفينها قبل بس المكنة فيها عدة بروغرامات اليوم ها اختار البروغرام اللي مناسب اللي هو البودي سيستم بالنسبة لديما وبعدها منفرجي كون بالنسبة للأكل والتغذية خليكم معنا بعد ما قياسنا ديما ديما وزنا 67 الخصر 79 الاجرين محل ما شفنا الفات على الجنب الاجرين في عندي 61 و63 بدي استغل انه يكونوا متعدلين لانه في دهون على الجرين في منطقة اكتر من منطقة هلا بنروح على المكنة ومنشوف شرحنا عميه اشتركوا في القناة ديما كيف كيف كانت المكنة نيحا حسايته هون شوي هلا بعمه خلصنا المكنة ليك متل ما قلتلك لازمنا حوالة بين العشرة والخمسة عشر جلسة بين خامس جلسة ديما بديك تشوف انت بلشت شوية تضبه وهم بلشوا يتكسروا حوالة الثلاثة لخمسة انش هتشوفي بين هاليومين عم تنحفي هون الشغل الحلو اللي حضرنا لكيها اليوم متل ما كنت عم تقليلي ما عم تعرفيه قديش لازم تاكله فالهالس فاكتوري بعد ما حكينا مع نيوترشن وازم قاعدت معيك وحكيت معيك فخصصوليك الهنة بيبعتوليك الترويع والغدا والعشا وحتى الديزيرت وحتى السناك وكل شي الحلو بالشغلة ديما انه بتاكله شو ما بديك بس الشغلة الوحيدة انه بنعمل كنترول على الكميات حكيت البورشون تبعيك الأكل اوكي هون متل ما شايفيه حاطين لكه اللي براكفست أي ساعة لازم تتناوليها كمان حاطين لك بورشون كتير صغيرة اوكي طيبة هاي دي هاي دي للعشا الهل سلات نيسواز هون حطوك فاتوش رجعنا للأكل العربي اللبناني هايدي إذا جعت ديما بتاكلية إذا بالنهار جعت بتاخدية و هوني حاطين لك وجبتك الغضاء اللي هي لازم تتناولية بين الوحد ونص والتنتين ونص حاطو لك بلتين لهم أنه بتحبي لأنه اللي تشكن عملو لك تشكن مع ماش بوتايتو و حبوا يعطوك خبز صغير لأنه بتحبي الخبز وهيدي اللي سناك هولي ديما بتنتبقى متل ما مكتوبين بتتبعي وإحنا طبعاً منكون دايماً ملاحقينيك وبدا نشوف الريزالت اللي بالنسبة لشهر واحد لازم تلاقي هيدولي راحوا وزنيك خف وناقصة حوالة بين 6 ل 11 إنش دفنتلي لا نحكي أكثر طبعاً عن هالحال اللي تناولناها اليوم في هذا التقرير وهي ديما منرحب فيك زينة بواب برنامجي يا هلا زينة اليوم تقريباً استخدمتي تقنية بجانب نظام غذائي وهذا الشي جديد نوعاً ما من خلال أنه على مدار سنة كنا دايماً نتناول تقنيات تقنيات خبريننا شو الغرض من وراء دمج هذا اللي عم بيصير اللي حبيت نغير بالموضوع أنه عم نشتغل على تنحيف الشخص وما عم نفرج على الشاشة يعني كيف عم نجرب نطبع معهم الغذاء اليومي اللي هنا عم بياخدوه فالحالة اللي كانت عنا هي عم تشتكي أنه هي مننا يعني الفات اللي عندها هي موجود بيه مناطق مختلفة فبحاجة ديما كانت أنه طبعاً على المكانة وبالتقنيات اللي عنا نحنا بدنا نكسر لها الدهون نخليها تعمل ديتوكس لكل شي فيه دهن بجسمها بنفس الوقت ضبط لها جسمها لأنه الدفول اللي عندها هي هي كان حول إجراية يعني عندها فخادة أو أوراقة وعندها بالإيدين وعندها بالمؤخرة معظم النساء عندهم ياهر مشكلة وجرأبنا كمان نكفل العلاج ونتبع ديما بطريقة الغذاء طبعاً فتعولنا نحنا طبعاً مع الهيلس فاكتوري اللي هن الخبيرة عندهم بالفحصة يعني الدياتيشن وشافت ديما شو لازم تتبع أي نظام غذائي وطبعاً تحت إشرافنا بيضلوا هاي يعني فيه فحصات معينة بتصيلة يختاروا النظام الغذائي هذا النظام الغذائي بيكون الرجيم زيناء أو بيكون فقط عبارة عن تحديد كميات محددة من الغذاء اللي هي ما تكون كتير وضخمة رولا أنا رجيم هالكلمة ما بحبه لشغلي واحدة قد ما بيجيني ناس عاملين رجيم وضعفنين عشرين كيلو وخمستعشر كيلو وبينتهوا عندهم تراهل عندهم ستريتش ماركس عندهم كل مشاكل اللي بيولدها الرجيم اليوم اللي بيختلف هالنظام الغذائي عن غيره أنه هي ما بمش رجيم هي بتعمل كونترول للبورشن يعني قديش هي لازم تاكل بالنهار الشهية ايه الشهية وبعدين بيعودوها على الهبت انه إذا عندها بعد هبت انه بتاكل حيلا شيء او بتاكل بأي وقت بس بيجربوه ينظموه ليه واللي حلو بالموضوع انه إذا انت بتحب الطايفود بتحب الأكل الصيني أكل نوع بعين أي نوع أكل بتحبيه بتضلك عم تاكله هني بيحضروا لكيه بس كل شي بيعملوه بسيطروا على البورشن طبعيتك اللي انت لازم تاكليه وعم نحكي بالرجيم ما بيمنعوك تاكله او تمتنعي عن البروتين لانه هيدا كتير مهم للجسد طبعا أساسي ما فيك تمنعي حالك عن اشياء او فيتامينات بحاجة ليش بالآخر بيصير عندك تراهل وجك بختر او وجه للشخص وبيبين التجايد فهون الحلو انه بيقصموا الأكل خمسين بالمية بيعطوك كالوري من الكاربوهايدريت بيعطوك أربعين بالمية كالوريز من الهاي بروتين وبنفس الوقت عشرة بالمية بيعطوك انفزيبل فات اللي هو الدهن اللي انت بحاجة جسمك لكي يكون موجود في الجسم يعني زينا نوعا ما هي عبارة عن مثل ما قلنا تخفيف كميات الأكل وبنفس الوقت انه تقليل شهية الشخص نفسه سيطرة على قدش انت فيك تأكله طيب فيه أيام راحة يعني دايما منسمع للآسف حقولك كلمة روجي دايما منسمع هناك أيام راحة بتكون بالأسبوع الشخص فينه يتناول مثلا وجبة تاريعة أي شي نفسه يأكله هاد الشي موجود في هالنظام او لا لكن هو النظام منه رجيم هو بتأكله شو ما بعدك انت شو بتحبي لما بتروحي لعنده وتقليلون انا بحب هيك وهيك وهيك بيبعطولك ايه هون هو نفسه موحش انتبهتوا بالريبورتاج حاطين الكاندي بار اللي بتشوفيه بأي مطرح يعني حاطين لك انت شو بتحبي بس مثلا بدل ما تاكل اتنين بيحطوا لك وحدين هاي بديك تاكل يا طيب فمش انه كل شي موجود كل شي موجود حياتك الطبيعية بتضل نفسه بس بتعملي كنترول على الاكل حلو طب لما توصل للحالة مثلا لو ديما طبعا انت حالة حتتبعيها لما توصل للوزن انت بدك ياه وتخلصت من هالدهون الزائدة حتستمر على هاد النظام حكونت سيطرتوا على شهيتها نوعا ما او لا حترجع زي قبل الحلو بالنظام هيدا انه بعلموك انت تصير انت تعرفي كيف بديك تاكل فالنظام فيه يروحها لشهر فيه يروحها تلت شهر بعدين الحلو انه مش بس للنصحين يعني اذا انت كنت عندهم عدة بروغراميات اذا انت كنت رياضية وبيديك تاكل كمان فيك تتبعي هالنظام طبعا الخبيرة هونيك بتقولك شو تاكل اذا بديك انت اذا انت حامل ومعنديك وقت هذا كتير مهم للرجال اذا ما عندهم وقت يطبخوا اذا بيعملوا رياضة وبدوا ينتبهوا على اكلهم فبيختاروا البروغرام اللي هو ملائم لقلهم يعني يعني موجود لكل الحالات مش فقط للناس اللي بعانوا بين السومنة الزائدة او عندهم مشاكل في جسمها للمرأة الحامل للرجل الاعمال اللي ما بيشكل من زيادة وزن اللي عنده كوليسترول اللي عنده عنده الديابات اللي عندهم مشاكل حالات معينة طبعا حتى اذا انت او اي شخص بعاني من اي مرض يعني ارتفاع ضغط ارتفاع كوليسترول كله هيدا بيقدر طب زينا لو قلنا انت تكلع شو بهالموضوع تتكلع التقنية اكتر ولا على النظام الغذائي ولا تنام نفس الشيء لكن الاتين بده تزقف سوا يعني الشخص اذا ناصح ما فيه بس يروح على نظام معين طبعا ما فينا تجي سريعا انا بدي ساعد الشخص انه كسر هالدهون فضي هالدهون من جسمه وبده الايدة التانية تزقف معي انه هي تساعدني يعملوا كومترول على الاكل اللي هو عم يأكله وطبعا الشخص لما بيشوف نتيجة من اول جمعة بشورة عم يتشجع اكتر ليكفي العلاج صحيح مظبوط زينا في النهاية نصيحة بتقدميها لكل شخص بدي يقوم بهالطريقة انت عم تذكريها بحلقتنا لليوم لتساعده ويساعدك ايضا لتحصله على النتيجة المثالية انا بقول لكل حدا بده يضعف او بده يفوت بالنظام الاكل طبع هالدفاكتوري لازم كتير كتير يتبعوا يعني اذا بدون يجوا لعندي بعثيون المواعيد لازم يلتزموا بالمواعيد اذا بعثو لهم الاكل لان هنا بيبعثو لك الاكل صبح وضهر وعشية صح واجبات الاساسية الواجبات الاساسية وسناكس وديزور لازم يأكلوا هولي بس مش انه يروحوا ويأكلوا شي تاني هذا كتير مهم تتبع النظام لانت تسيطر على حالك اكيد الالتزام هو الاساس لحق اي شخص النتيج بده ايها في نهاية زينا متشكرك كتير لتواجدك معنا وان شاء الله نشوفك اسبوع جاي شكرا كله اليك اشتركوا في القناة